ما أعجب النفس البشرية فهي مهيأة للخير والشر فيها الطباع الحسنة والسيئة ولا نجاة للإنسان من شرها إلا بمراعاة آداب النفس ومنها المداومة على تزكيتها وتنقيتها قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم أي نقيهم من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر مساوئ الأخلاق ويجنبها الكبر والغرور فإن المغرور يظن نفسه محسنا وهو مسيء وفي الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ويلزمها بالمراقبة وهي دوام علم العبد بالطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه فمن راقب الله في خواطره أعصمه الله في حركات جوارحه والمراقبة ترفع النفس إلى مرتبة الإحسان التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وتثمر للنفس كذلك الرقابة الذاتية فلا يحتاج إن كان عاملا أو موظفا إلى مشرف يراقبه أو مدير يحاسبه لاستشعاره الطلاع الله عليه ومن آداب النفس محاسبتها بأن يسأل العبد نفسه عن كل فعل يفعله لما فعلته؟ فإن كان خالصا لله صوابا على السنة أتمه وإن لم تنع عنه وأحسن نيته ولام نفسه على التقصير قال ابن القيم رحمه الله فإن زكاة النفس وطهارتها موقوف على محاسبتها فلا تزكو ولا تطهر إلا بمحاسبتها فبمحاسبتها يطلع على عيوبها فيمكنه السعي في إصلاحها ومن آداب النفس مجاهدتها في الله بأن يحملها على طاعته ويمنعها من اتباع هواها قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله ومن فعل ذلك فمأواه الجنة قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى